من مقاصد بعتة الأنبياء تعديل الأخلاق نعم جميل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم وهنا لاحظ في آية قدم العلم على التزكية وفي هذه الآية قدم التزكية على العلم والشمس وضحاها والقمر إذا حد عشر قسما قد أفلح من زكاها اعلم أولا أول قاعدة اعلم أن الأنبياء بعثوا لتغيير الأخلاق ولذلك عندما بعث الحبيب في قريش كان يوجد لديهم يوجد الصدق وتوجد الأمانة لكنها شحيحة ولذلك سمي الحبيب أمينا نعم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الأمين الصادق مع أن كل يعلم بأن الصدق فضيلة وأنه مكرمة إذن القضية الأولى اعلم أن بعثة الأنبياء لأجل تعديل الدين تعديل العقائد وتعديل الأخلاق وَلَا وَلَرُبَّمَا إِذَا لَمْ يَتَعَدَّلْ فِيكَ خُلُقٌ تَعْرِفُهُ من نفسك لا تبلغ ذروة الإيمان أحبيبنا ماذا قال عندما علم بأن مجموعة يغتابون قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه وفي الحديث الآخر مع أنهم يصلون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن لديهم خلق الرذيل الحديث في غيبة الناس والحبيب عندما قال في الحديث الصحيح الذي روته أم المؤمنين عائشة وخرجه البخاري أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إذن سيء الأخلاق أهل النار كله عتل جوّاض مستكبر إذن اعلم أننا نتحدث عن جزء من الدين وأن الإنسان حتى يكون متدينا نعم جميل والمؤمنة حتى تكون متدينا مستقيمة ملتزمة بين قوسين سمونه امطوع وامطوعة لن يبلغوا هذا الوصف الجميل حتى تطيب أخلاقهم كما طابت عباداتهم البعض يصوم ويتصدق ويصلي ويحج ويعتمر ومصحفه منشور يقرأه وصلاة الضحى لا يتركها ويصوم يوما بعد يوم وكل هذه الأعمال كلها قد حلقت بما؟ بالبغضاء لما؟ بأنه من المفلسين مفلس في ماذا؟ مفلس أخلاقي الإفلاس الأخلاقي إذن يجعلك تفلس من طاعاتك ترجمة نانسي قنقر